الرجاء الاشتراك في القناة لضمان الاستمرارية في تسجيل الكتب والمساعدة في استمرار سعادتكم اللعنة عادت عيدة من الخارج وذهنها المكدود يحسب الوقت المتبقي لها لتنظيف المنزل وفي نفس الوقت يقيس حجم المنزل الكبير وبحسبة بسيطة وجدت أنها فقدت وقتا ثمينا بالفعل لقد أهدرت ساعة كاملة أو أكثر بالخارج فهي استغلت فرصة غياب الشيخ ياسين لتعود صديقة قديمة لها في نفس البلدة وصل لها بالصدفة خبر مرضها عن طريق صديقة مشتركة أخرى قابلتها في السوق هذا الصباح لذا تجدونها عائدة وعلى وجهها علامات التفكير العميق والهم تقطع الطريق بخطوات واسعة لتختصر الزمن كانت تريد أن تنتهي من تنظيف المنزل في أسرع وقت وقبل عودة الشيخ ياسين فهي تحرص على عدم إثارة صخطه خاصة وأن أحواله هذه الأيام غير مستقرة وأعصابه ثائرة على الدوام لم تكن تتوقع مفاجآت من أي نوع عند ولوجها للمنزل لذا فإنها عندما عبرت الباب الخارجي ومشت صوب الصالة في الرواق القصير المفضي لداخل المنزل أصابتها الصدمة بحالة وقتية من الذهول فتجمدت مكانها كتمثال من الشمع وهي تشهد بقلب خافق وأنفاس لاهثة وعين متسعة من الهلع السرك الجهنمي المنصوب في صالة المنزل فأمام عينيها الجاحذتين كان هناك سبعة من الشباب في أعمار مختلفة ممددين فوق الأرض الصلبة الباردة في حالة أقل ما يقال عنها مزرية وفي أوضاع غير مريحة ويبدو على وجوههم رعبا عاتيا وكأنهم قابلوا شياطين الجحيم قبل لحظات من موتهم أو فقدانهم الوعي عيدة حتى هذه اللحظة لم تتأكد بعد ولن تجرؤ على التأكد من حقيقة كونهم أحياء أم لا لأنها تؤمن بالفعل بكونهم أموات اليقين سيفقدها صوابها إن ميراثها القديمة من القصص المخيفة عن الجن والشياطين والأشباح والذي أججها عملها لدى الشيخ ياسين يحطم جدران تعقلها وتماسكها إنها لا تصدق ما يحدث أقصى كوابيسها بشاعة أن يصيبها الشيخ ياسين بلعنة عند غضبه أو يخرج لها شبحا من خلف باب غرفته المغلقة لذلك كانت تطيعه ولا تعصي له أمرا كي تتحاشى مثل هذه الأشياء المخيفة إنها قادرة على التصدي لكل ما يمكن لمسه وقياسه حتى إنها تصدت ذات يوم للص يفوقها قوة وجندلته بعزيمتها ولكن ما تراه الآن من خارج عالمها شيء لا يمكن التصدي له أو حتى مجابهته هذا لو استطاع التصديق وجوده من الأساس الموقف الآن يفوق كل حدود إدراكها لذا فإنها تقف بالقرب من غرفة الشيخ ياسين والتي تشتعل النار بداخلها كالجحيم في ذهول قابضة على تلك الأكياس التي تحتوي على المنظفات وكأنها تستمد منها عونا غير موجود تشاهد ألسنة اللهب وتسمع فحيحها بعيون وآذان مكذبة وحتى هذه اللحظة لم تنتبه إلى أن النار المستعرة بلا دخان وأن هذه النار الهائلة لم تتجاوز حدود الغرفة حتى إنها لم تلمحها عند قدومها من الخارج برغم كثافة النيران بالطبع كان هذا جزءا من الحظ الحسن الذي لن يراه الفتيان بعد اليوم فالنار لم تغادر الغرفة ولم يمتد تأثيرها إلى أي مكان آخر وإلا لأتت على المنزل بالكامل وجعلتهم جثثا متفحمة وهذا بالتأكيد يدل على كونها نيرانا غير طبيعية تماما أنفها المتقلص يلتقط رائحة شنيعة وكأن هناك من يحرق جثة حيوان نافق كثيف الشعر وهذا أثار تقززها أما ما جعلها تترك كل شيء لتفر مغادرة للمنزل وصرخاتها لا تنقطع هو تلك الشياطين التي كانت تصطلي بداخل النيران إن أبشع ما رأته في حياتها يوما كان وجه زوجة أخيها المشوه بعد أن احترق بالكامل عندما انفجر فيه موقد الكيروسين هذا الوجه المشوه والذي ذابت ملامحه وطمست ظل يطاردها في أحلامها لشهور طويلة هذا الوجه المشوه كان هو الجمال المجسد بجوار الهول الذي تراه بداخل النيران الشر البكر والقبح البكر والرعب البكر لم يستطع جهازها العصبي أن يتحمل أكثر هل جنت؟ هل استحوذت عليها روح شريرة؟ هل قتلتها الشياطين؟ لا أحد يعرف أو يهتم هي فقط غادرت ولم تعد إلى الأبد شباب الحي هم من أنقذوا المراهقين السبعة من بين أنياب الموت المحقق خاصة وأن المنزل العتيق قد بدأ بعض جدرانه تتشقق وتتصدع وكأن هناك زلزالا محدودا يضرب المنزل فقط دون باقي المنطقة لحظات عصيبة مرت على الجميع وفي النهاية هذا الأمر وبداخل منزل أحد أثرياء الحي وهو المعلم عتمان تاجر الخردة المعروف والمشهور تم عيادتهم وإفاقتهم الصمت كان إجابتهم على كل الأسئلة الصدمة كانت تكتسحهم لقد مروا بتجربة عمرهم ولن يعودوا لطبيعتهم قبل وقت طويل وربما لن يعودوا أبدا وهذا فتح باب التكهنات والتفسيرات والاجتهادات لدى الجميع في تلك الجلسة الطارئة بمنزل المعلم عتمان إن موت الشيخ ياسين حدث جلل وأصاب الجميع بالصدمة وبرغم رؤيتهم جميعا للغرفة المتفحمة ما زال لم يصدقوا تلك الحقيقة المجردة أن من هو مثله من الممكن أن يموت البعض ردد وهو يبسمل ويحوقل أن الجن قتله والبعض قال إنها الشياطين وفي النهاية قال شيخ المسجد إنها أعماله الدنسة هي التي قادته للهلاك الجزاء من جنس العمل فالله لا يترك فاسدا ولكنه يمهله بعض الوقت لعله يتوب عن غيه والشيخ ياسين كان من هؤلاء المدنسين الذين عقدوا مع الشياطين معاهدة فجاءته نهايته في قلب نار الدنيا وغدا يصطلي في نار الجحيم وكانت هذه هي الفكرة الرئيسية التي دارت حولها أحاديثهم المطولة ولا أحد يستطيع أن ينكر أن لهجة الحديث جميعها كانت ممزوجة بالتشفي وخاصة مع طريقة موت شيخ ياسين البشعة واحتراق جثته ومجمل الحوار كان فكرة لم تقل صراحة مراعة لمشاعري وكأني في هذه اللحظات كنت مصغيا أو مهتما وهي أن شيخ ياسين قد نال ما يستحق وهو ما دفع تاجر الخردة المعلم عتمان ليتحدث بأريحية أكثر وهو يعدل من وضع الجلباب الذي يرتديه قبل أن يعبث في شاربه قائلا إنها النهاية المتوقعة لكل الدجال ومشعوذ ثم حكى بطريقة العالم ببواطن الأمور قصة ذلك الدجال الآخر الذي كان يمارس فنون السحر السوداء في إحدى البلاد البعيدة التي زارها في بداية حياته قبل أن يصير ذلك الثري الذي يرونه الآن والذي كان يفسد كل عرس لم يقم أهله بطلب بركته ودفع الإتاوة التي يحددها وذلك عن طريق التفريق بين الأزواج لدرجة أن إحدى الزوجات كانت ترى زوجها كلما اقترب منها وحشا مخيفا شنيع الشكل وكيف أن نهايته جاءت تحت عجلات سيارة نقل كبيرة سوته بالأرض مزجت لحمه بعظامه عندما كان خارجا من المقابر بعد أن قام بدفن أحد الأعمال السفلية بها وكيف أن دجالا آخر كان مدمنا على الكحول الأحمر وكيف أنه ظل يعاني من العذاب لثلاثة أيام وحيدا في غرفته بعد أن سمم الكحول الملوث دماءه حتى عثروا على جثاته المتعفنة كان ما يحكيه شنيعا ولكن المستمعين كانوا يتابعون بشغف وكلا منهم يؤمن بأنه أقل مما يستحقون وردد أحدهم أن أيام المجد القديمة قد ولت فهم في العصور السابقة كانوا يحرقون السحرة في بلدان عدة شجعت حميمية الحوار الجميع حتى أن أحدهم وهو شاب نحيل مجعد الشعر أدلى بدلوه هو الآخر في الحديث وقال لقد قصت علي جدتي وأنا في الخامسة عشرة من العمر كيف أن أحد هؤلاء الدجالين استحضر جنا لم يستطع أن يصرفه وظل هذا الجن أسبوعا كاملا يهشم في عظامه الواحدة تلو الأخرى دون أن تمتد يد لتساعده وفي النهاية مات في غرفته من الجوع والعاطش والألم كانت حكايات يشيب لها الولدان وتقشعر منها الأبدان وكانت النهاية لهذه الليلة الطويلة وعندما ذهب كل صبي إلى منزله كانت هناك عينا مشتعلة بالغضب تتابعه في قسوة ماذا حدث؟ يقولون إن النوم بروفة يومية للموت وهي حقيقة ساندتها بعض النصوص الدينية وأنا شخصيا أؤمن بها وبالتالي أؤمن أن كل يقظة حياة جديدة يمنحها لنا الخالق ويجب أن نحمده عليها إلى آخر نفس ولكن ماذا عن الاستيقاظ وأنت تعلم جيدا أن هناك من يسعى للانتقام منك ومحوك من سجلات الأحياء؟ ماذا عن الاستيقاظ وأنت تعلم أن الموت صار قاب قوسين أو أدنى من عنقك حتى أنك تشم بأنفك المتقززة رائحة وتشعر بأهدابه الناعمة تداعب روحك المهشمة هل ستستسلم أم ستقوم؟ أنت في السبعة عشرة من العمر لا تملك خبرة أو قوة أو أعوان أنت فقط أمام الموت الموت الذي أفنى قبلك من هم أكثر قوة وشجاعة وأعز نفر لنفكر سويا لو كان هذا الشخص بشريا عاديا فربما لتوصلت لوسيلة لاكتشاف النقطة ضعف والقضاء عليه قبل أن يقضيه عليك لكنه للأسف ليس بشريا حقا فهل يقتله ما يقتل البشر؟ إنه مخلوق من عالم آخر عالم مظلم عالم لم يعرف إلا الشر صدقني أنت في هذه اللحظة ستستيقظ من موت ليستقبلك موت آخر أشد قسوة ستستيقظ بلا أمل لأنك تتوقع الموت في كل لحظة أنت فقط ستستيقظ لتعيش العذاب قبل الموت فالأفضل لو ظللت في ميتاتك الأولى الرحيمة لأن الشياطين حين تقرر الانتقام سيكون انتقامها أسطوريا وهذه كانت حقيقة مشاعري عندما استيقظت في الصباح التالي كما اعتقد وبعد ستة أيام من الحادث كما أخبرني المعلم عتمان صاحب المكان الذي يأويني الآن ظننت في البداية أن الأمر كله مجرد كابوس آخر وسينتهي بمجرد أن أفتح عيني وحاولت أن أستسلم لهذا التفسير المريح ولكني عندما فتحتها وجدت نفسي في مكان غريب عني كليا الأثاث مختلف والصور مختلفة والضوء يعشش في كل مكان إنه النقيض الحقيقي لمنزل الشيخ يسين الذي لا تكفي ألف شمس لتمحو ظلمته الجميع هنا غرباء عني وهذا كله يؤكد لي حقيقة واحدة أنني في مأزق لا فكاك منه انقبض قلبي عندما تذكرت الأحداث الأخيرة وطفت على السطح كلمات تلك الشيطانة والتي أخذت تدوي بداخل رأسي لتحيل يومي لعذاب مقيم وظلت سحنتها المخيفة التي بدى وكأنها التاصقت بعيني تورثني رعبا لا مثيل له لوقت طويل لم أستطع السيطرة على جسدي وكأنني أصبت بشلل مؤقد تذكرت والدي وبكيت وأنا أستجدي مساعدتهما كطفل صغير إنها اللحظة الفارقة التي أحتاج فيها إلى من يعانقني ويربت على كتفي ويخبرني أن الأمور ستكون على ما يرام ولكنهما رغم كل شيء مر على عقلي كطيفين ولم يمنحان السكينة التي أرجوها إنني في منزل غريب وهناك من يعودني ويعولني ويمنحني الطعام ويحرص على راحتي إن الأمور جيدة إلى حد ما ولكنها ليست الجنة حتما وليست نهاية مشكلاتي إلى متى سيتحملونني وإلى كم سأتمادى إنني خائف وخوفي هذا يدفعني للهروب من التفكير في تلك اللعنة المخيفة التي تلاحقني وبرغم أن هروبي من التفكير في الأمر لن يغير من كارثيته شيئا ولن يعني عدم وجوده إلا أنني لست على استعدادني الآن لمواجهته وهذا هو المخيف في الأمر لن أستطيع أن أهرب من المسئولية مدعيا صغر سني فمن هم في مثل عمري رزقوا بطفلهم الأول وبعضهم ارتكب جريمته الأولى والبعض الآخر يواصل رحلة هروبه مطاردا لذا فالاستسلام لن يعني الفشل ولكنه سيعني الموت على الأقل فلأثبت لنفسي أنني لست جبانا أو أحمقا إن أروح أصدقائي معلقة في عنقي بعد أن زججت بهم في هذه المغامرة القاتلة يجب أن أهدأ وأن أعقل الأمر فلو نظرت لنص اللعنة لوجدت أن تلك الشيطانة الجهنمية حددت طريقة هلاكنا عن طريق استسلام كل منا لشهوته الكبرى حقيقة لا أعرف ما هي شهواتي الكبرى وإن كان من في مثل سني قد يمتلك ما يمكن أن يطلق عليه شهوة ما أعرف أنه قد يكون تعلقا أو اندفاعا لا أعتقد أن الشر الحق قد تمكن من أرواحنا بعد في هذه السن الصغيرة بالإضافة إلى أن كل منا ينظر لنفسه على أنه الإنسان الكامل والإنسان الكامل يتحكم في نفسه ولا تسيطر عليه نزواته أو نقائصه هذا إن كان يؤمن بوجود هذه النقائص لذا فتحديد تلك الشهوة التي ستجر كل منا إلى الهلاك وارتكاب إحدى الخطايا الكبرى والتي سنعاقب عليها بالموت أمر صعب جدا بل مستحيل أيضا فنظرة المجتمع للفعل هي التي تحدد الدرجة تسوئه فالمجتمع الذي يسمح بتجارة المخدرات والدعارة المرخصة وبيع السلاح لن ينظر لهذه الأشياء بالإزدراء الكافي لجعلها خطيئة ثم كيف تفوق الخطيئة خطيئة أخرى إن الأمر مطاط جدا الوحيد الذي أعرف أنه يمتلك ضعفا حقيقيا ربما يصل لمرحلة الشهوة والمرض هو نجيب إنه يعشق الطعام أكثر من الحياة ذاتها وربما هي الشهوة الوحيدة التي لا يمكن إخفاؤها بسهولة وهي شهوة قاتلة دون شك على المدى البعيد ولكن كيف ستقتله قبل اعتلاء القمر القادم قبة السماء باقي أصدقاء متشابهين ويميلون لنفس طريقة التفكير ولنفس النزق ربما أعمارهم متفاوتة وظروفهم البيئية مختلفة ولكن خيط الجموح يجمعهم لا بد من الجلوس معهم في جلسة مصارحة كل منا يجب أن يقاوم ضعفه ولا يستسلم هكذا نستطيع أن نهزم اللعنة قمر واحد فقط يمضي ونكون قد هزمنا تلك الملعونة الأمر دون شك مخيف بل ومدمر للأعصاب ولكن الاستسلام الآن لن يعني إلا الهلاك حقا فقط يجب أن أواجه نفسي دون أن أجن أو أقتل نفسي فتحقق الموت أهون من انتظاره كما يقولون إنني أشعر بحيرة شديدة مختلطة بخوف مريع إن استيعاب الأمر ليس هينة وهضمه يحتاج إلى جالون كامل من المشروبات الغازية وربما لن أهضمه في النهاية أو أستوعبه والسؤال هنا كيف جرت الأمور بهذه السرعة؟ هل كان الأمر عشوائيا؟ أم أن الأمر كله كان مرتبا حقا دون أن أدري؟ ما أنا متأكد منه تماما أن الصدفة في مثل هذه الأوقات هي أفعال مع صبق الإصرار فأن نكون سبعة وأن يوافق الجميع على القيام بمغامرة غير محسوبة في منزل الشيخ ياسين الذي يخشأعت الرجال الاقتراب منه وأن يغادر الشيخ ياسين نفسه المنزل وتتبعه مدبرة المنزل عيدا إن صح أن أطلق عليها هذه الصفة إنها مؤامرة متكاملة الأركان فقط أنا من كنت أحمقا ولم ألحظ في الأمر شيئا مريبة ربما لاحظت وربما لاحظنا جميعا وشعرنا بذلك الحضور الذي يدفعنا للولوج إلى الغرفة ولكننا لم نبال ولم نفكر إن الأمر كله خارج الحدود الطبيعية ثم من هذا الأحمق الذي يقع في عشق شيطانة من الجن؟ ما زالت الأمور مشوشة في عقلي وغير قابلة للتصديق والتساؤلات لا تنقطع ماذا حدث حقا بغرفة جدي؟ وهل ما مررت به كان حقيقيا وأن جدي لم يعد على قيد الحياة؟ أم أنه سيثبت للجميع أنه أقوى من الموت وسيعود؟ ما حقيقة هذه الشيطانة؟ وما حقيقة اللعنة التي ألقتها علي أنا وأصدقائي؟ وكيف لن يمر علينا القمر التالي؟ إن الأمر مخيف إلى أقصى مدى ولابد من أن أستعين بشخص ملم بمثل هذه الأمور المخيفة شخص يفهم فيها وقادر على التصدي لها وإنهائها وفي حالة هذه لا يوجد إلا الشيخ تهام الحو شريك جدي في أعماله ورذائله لن يفل الحديد إلا الحديد في اليوم التالي غادرت منزل المعلم عتمان بأطراف مرتجفة وقلب منقبض وأعصاب هشة لم أتصور نفسي عائدا بإرادات الحرة إلى منزل الشيخ ياسين بعد كل الأهوال التي مررت بها ولو للحظة واحدة ولكن ما جعلني أوافق أني عرفت أنها زيارة خاطفة فقط لأحضر ملابسي كي أنتقل لبيت أحد أقرباء المجهولين والذين ظهروا فجأة من العدم ليطالبوا بالميراث ولك أن تتأكد من شيء واحد فقط أنك عندما اترث دجالا بخيلة فلك أن تتوقع ميراث قارون على أقل تقدير وهذا الميراث سيجعلك تتحمل سخافة أن تستضيف مراهقا مزعجا مثلي في منزلك لم أكن مهتما للحظة واحدة بمثل هذه التفاهات من ميراث وخلافه إنني أواجه مصيبة كبرى مصيبة لا تعني أن في عمري وقتا كافيا للدخول في صراع على شيء لا قيمة له كالميراث مصيبة لا تعني إلا شيئا واحدا أني وحيد في مواجهة هذه القوة الغاشمة الآتية من عالم آخر والتي فتح بوابتها شيخ أحمق ظن أن قدراته السخيفة وعلمه السطحية بأمور السحر قادرة على التحكم في ذلك العالم المخيف وشياطينه إن الغرور البشرية سبب كل المصائب بدءا من صراع قابيل وهابيل حتى حماقة الحرب العالمية هناك من يظن نفسه أعلى مرتبة من كل البشر ومن هنا يبدأ في استخدام كل الوسائل التي تجعل منحنى بشاريته وإنسانيته يهبط إلى أدنى مستوياته وتتلخص مصيبتي في أن من قررت أن أستعين به في مواجهة هذه القوى المخيفة خذلني وغادر هذه الدنيا ليتركني وحيدا لقد مات الشيخ تهام الحو مات محترقا هو الآخر وتفحمت غرفته تقريبا في نفس اللحظة التي مات فيها الشيخ ياسين ولم يخبرني أحد بهذه الحقيقة ربما لأنه لا يربطني به صلة قربة أو هي حالة المتدهورة وقتها أو جو الشؤم العام الذي ظلل الحي فلم أعرف إلا الآن وليتني ما علمت إن وجود الأمل مهما كان مستحيلا يمنح طاقة هائلة من القدرة على الصمود والمواجهة ولكن يبدو أن هذه الشيطان تتعرفني جيدا أو تعرف السبل التي سأسلكها لذا فهي ستظل متقدمة عني بخطوة وهذه الخطوة ستجعلها متحكمة تماما في كل مراحل اللعبة قط وفأر صياد وطريدة موت الشيخ تهام الحو لم يكن هادئا مثل موت جد شيخ ياسين من كانوا بالقرب من المنزل حكوا أشياء تشيب لها الرؤوس لابد أن شيئا ما كان يربط بينه وبين شيخ ياسين وبين هذه الشيطانة وبين التيس الذي كان في الصوان الخشبي سحر المشاركة نعم هو سحر المشاركة دون شك أن ترتبط حياتهم جميعا بتعويذة واحدة لذا كان القضاء على أحدهم هو القضاء عليهم جميعا كيف كان الشيخ ياسين بهذه الحماقة؟ إن سحر المشاركة أعقد أنواع السحر وأشدها سوادا وأكثرها ضررا خاصة مع مرور الزمن فالشياطين لديهم دورة حياة تفوق دورة حياة البشر إنهم يصبرون حتى يصاب البشري بالضعف ثم ينقضون عليه مثل ما حدث مع الشيخ ياسين فالشيء الأكيد أن التيس كان هو الوسيلة التي استخدمها الشيخ ياسين للتحكم في هذه الشيطانة وهو من كان يجبرها على طاعته ويجبرها على التواجد في عالمنا طوال الوقت وعندما قررت الفرار والانتقام كان لابد لها من القضاء على الشيطان المتجسد في شكل التيس وأيضا الشيخ ياسين وشريكه تهام الحو ما حكاه جيران الشيخ تهام الحو كان مريعا فالنساء اللائي شهدن هذا الموقف شابت شعورهن والأطفال أصيبوا بالتبول اللا إرادي ففي نفس اللحظة التي احترق فيها الشيخ ياسين شعروا بأن الجو كفهر ورأوا الشمس وقد غابت خلف مجموعة من السحب السوداء التي انشق العدم عنها وانقبضت قلوبهم عندما اجتحت المنطقة رياح ساخنة جعلت صدورهم تضيق وأنفاسهم تتلاحق ووجوههم تلتهب من الحرارة قبل أن تنطلق الصرخات صرخات عاتية مشؤومة أتت من قلب الجحيم صرخات لم تكن صافية ولكنها مختلطة بصوت الشيخ تهامي وهو يعوي متألما كمن يشوى في سقر أو كأن هناك من يسكب الحمم الملتهبة في جوفه وكالعادة لم يجرأ أحد على التدخل لنجدته وظل وحده يعاني لساعة كاملة حتى فارقته الحياة حقيقة مؤكدة ومدعمة أن من يسلك هذا الطريق يلقى نهايته وحيدا على الدوام وبأبشع طريقة ممكنة هذا ما ردده العجائز الذين حضروا موت الشيخ تهامي ولم يفارق الحياة من الفزع أما الملاحظة التي أثارت رعبي ووترت أعصابي هي تلك العبارة المشؤومة التي وجدت على جدر البيت الخارجي مكتوبة بالدم الأول يتلاشى في اليوم السابع وأسقط في يدي إنها طريقة مشهورة لدى القتلة المتسلسلين في اقتناص الضحايا ربما تنقص هذه الشيطانة روح الابتكار ولكن الأمر لا يحتاج لتوابل إضافية ليكون مخيفا إن التهديد بالقتل له تأثيره المفزع في كل وقت غادرت منزل الشيخ ياسين بصحبة شيخ المسجد وبعض شباب الحي الذين تطوعوا لمصاحبتنا لحمايتنا من أي شر قد يكون متواجدا بداخل هذا المنزل لقد تحول المنزل لمنزل أشباح آخر وربما لن يقطنه أحد للقارن القادم لم يجر أي من على مجرد النظر نحو غرفة الشيخ ياسين التي تداعت جدرانها إنها لم تعد غرفة عادية لقد اكتسبت شخصية مخيفة وأصبح لها حضورا يجثم على الصدور شيخ المسجد نفسه والذي يحمل القرآن كاملا في جوفه لم يتوقف جسده لحظة عن الارتجاف طوال فترة وجودنا بالمنزل وبالفعل تمت المهمة وقبل أن أغادر المنزل لمحت بطرف عيني ذلك الطيف يخترق إحدى جدران البيت لقد كانت سماح تنتظرني هناك تنتظر عودتي وعلى وجهها المشوه لمحت ابتسامة مخيفة فغاص قلبي في قدمي اليوم هو اليوم السابع ولا وقت للاجتماع مع أحد خاصة وأني سأغادر على الفور إلى محافظة أخرى إلى الفيوم فالسيارة تقف بانتظاري وتنفث العادم وكأنها ثور غاضب كذليل على حاجتها لعمرة سريعة ركبت السيارة دون أن أودع أحدا حتى أصدقائي غادرتهم دون أن نجتمع معا لنتباحث في أمر اللعنة التي لا يدرون عنها شيئا فلينجو كل منا بنفسه لهذا اليوم وغدا سأجد وسيلة لأتصل بهم وأحذرهم ترى من سيكون أول الملعنين فليرأف القادر بمن سيتلاش اليوم الجحيم انطلقت السيارة البجو تنهب الأرض غير عابئة بما يدور بداخل صدور ركابها وقلوبهم الخافقة إنها فقط تريد أن تنتهي حتى يستريح مطورها ويستعد للرحلة القادمة أشعر بها تماما وكأن هناك تواصل روحيا بيننا أنا وهي جزء واحد من كل عظيم أنا وهي نعزف نفس النغمة ونردد نفس اللحن ونتناغم كمقطوعة موسيقية حالمة الزمن هو هذه اللحظة اللانهائية والمكان هو الاحتواء الكلي أنا أفهم شعورها تماما أتفاعل معها كم هذا غريب إن الأمر يفوق كل شعور تملك روحي ذات يوم كيف أتواصل مع كومة من الأسلاك والمعد تسير بوقود عضوي فوق إطارات مطاطية؟ أم هي اللعنة؟ هل سأكون أنا الأول؟ هل سيكون رأسي أول رأس يحصده الموت؟ أنا من بدأت الأمر فلا عجب أن أكون أول المتلاشين توترت أعصابي للحظات ثم عدت لأستغرق في التفكير أكثر هل يشعر الجماد؟ وهل من الممكن أن يبادلنا المشاعر؟ لماذا؟ كل من يقود سيارة لوقت طويل يشعر بهذه الصلة من يعمل على ماكينة لزمن ممتد يشعر بهذا التواصل حتى إنه لو جرب قيادة أو العمل على وحدة أخرى من نفس النوع لا يجدها تتفاعل معه بنفس الطريقة وتمنحه نفس الأداء إن الجماد يسبح لله طوال الوقت وهذا مذكور في نصوص القرآن فقط نحن لا نفقه تسبيحه ولكن هل يتفاعل مع البشر؟ أنا أعتبر نبات كائنا حيا ومؤخرا كشف العلماء أنه يتألم ويفرز مادة مسكنة بل ويحذر النباتات الأخرى في ساعة الخطر بتلك المواد التي يفرزها ولكن هذا ليس سؤالي أنني أصغي الآن لمشاعر السيارة هل الأمر حقيقي؟ أم هو خلل حدث لعقل من هول التجربة؟ هل امتلكت الموهبة أم هي طريقة فذة لإصابة بالجنون؟ إن من يستمع للجماد قد يفقد عقله ببساطة من الصخب والضجيج الذي لن يتوقف ولكني أحمد الله أن الأمر اقتصر مؤقتا على السيارة حزست رأسي ونفضت أفكاري وقررت أن أتشغل بموقف الجديد إنها المرة الأولى منذ سنوات طويلة التي أغادر فيها القاهرة في الحادث الأول غادرت من مدينة نصر إلى شبرى أما الآن فأنا أقطع طريقة صحراوية نحو الفيوم التي لا أعرف عنها إلا أن أسفل مياه بحيرتها يقبع كنز قارون والذي خسف به الله وبداره الأرض وهو شيء غير مبهج فالذي يصطفيه الله بعذاب خاص هو أشد أهل الأرض تعاسى وبلدته لن تكون أقل منه تعاسى الصحراء تمتد على مدى البصر والفكرة تدعب خلايا عقل مرة أخرى ماذا لو لم يمنع الله عن صوت التسبيح القادم من تريليونات الذرات الرمال هل كنا لنستطيع يوما الاقتراب من الصحراء مع الصخب والأصوات الهادرة التي ستخرج من مخلوقات لا هم لها إلا طاعة الخالق ومرضاته مخلوقات قررت أن تترك الأمانة وتتفرغ لعبادة الخالق مخلوقات لم تصب بالغرور كبني البشر مرة أخرى سيطر علي الأمر وشتت تفكيري ربما كان الأمر بالنسبة لي مجرد هلاوس فالصلة التي نشأت للحظات بيني وبين السيارة انقطعت الآن وبصعوبة عدت ببصري من خارج السيارة لداخلها كنت أجلس وحدي في المقعد الخلفي الذي يتسع لفردين وأفراد عائلة الذين ظهروا في محيط حياتي من العدم كنبتات شيطانية محشورون معا في المقعد الأمامي والأوسط إنهم يرسلون لي رسالتهم منذ اللحظة الأولى أنت لست مرغوبا فيك ولكنها الظروف التي تجبر الجميع الجلي الآن أنهم قد عزلوني عنهم ولم يقبلوني كفرد بينهم لم يتبادل أي منهم معي ولو حتى كلمة واحدة مجاملة أو مؤساة إنهم جاءوا للحصول على الميراث فقط ثم عادت معهم هذه المصيبة المتمثلة في شخصي قررت أن أغمض عيني للحظات فالطريق طويل وهذا الصمت المخيم على سيارتي يطبق على صدري ومنظار الدنيا الأسود عاد ليغطي وجهي ليشي بطبيعة الأيام القادمة النوم كان مستحيلا ولكني فضلت أن أغمض عيني كي أمنحهم مساحة من الحرية في الحديث وفور أن شعروا بهدوء أنفاسي وأيقنوا بنومي بدأ الحديث وظهرت كمية الجشع والسعادة التي يشعر بها كل منهم لفوزه بجزء من وليمة الميراث فالشيخ ياسين رجل ثري عكس ما أعرف تماما لديه حساب متضخم في البنك يتعدى الأصفار الستة كما أنه يمتلك ثلاث عشر قطعة أرض استولى على بعضها من الفلاحين عن طريق أعماله الشيطانية ويمتلك أيضا ثلاث بيوت غير الذي مات فيه ولديه نصف سوبر ماركت الموجود في شارع شبرى غير موارثه عن ولده المتوفى فروة هائلة تكفل لهم ولأحفادهم عيشا رغيدا خاصة مع ارتفاع أسعار الأرض الجنوني بعد النشوة والفرح جاء همزهم ولمزهم على مصيبة تواجدي وحاول كل منهم أن يلقي بعبئ إيوائي على الآخرين وفي النهاية قرروا أن أقضي عاما كاملا عند كل منهم على أن يبدأوا من الأكبر للأصغر سنا كسرني هذا الجفاء والجحود وقررت بداخلي أني لو عبرت هذه المحنة أن أهرب حتى أبلغ سن الرشد ثم أعود مطالبا بميراثي هبط الليل ومعه غاب الجميع عن الوعي ما عدى السائق بالطبع إن المسافة طويلة ومع الازدحم المروري لا أمل في أن يصل قبل عدة ساعات يبدو وجه السائق في المرآة الداخلية كئيبا والظلام يغلف كل شيء كما لو كان لوحة لفنان مجنون لا يملك إلا اللون الأسود الطريق خانمي لا صوت إلا صوت المحرك فراديو سيارة لا يعمل السائق يتململ ثم يشعل سيجارة تشي رائحتها بكونها غير بريئة وكل عدة دقائق تتجاوزنا سيارة مندهعة ونحن ما زلنا على سرعتنا التي لم تتجاوزت تسعين كيلو مترا في الساعة وفي لحظة ما قرر السائق أن يطلق العنان لسيارته لا بد أن الحشيش اللعب في رأسه وكفهد سريع انطلقت السيارة تنهب الطريق وتخترق قلب الظلم متى ظهرت سماح؟ لا أستطيع أن أحدد تقريبا ولكن بين حالة اليقظة والنوم التي انتابتني لمحت شبحها يظهر من قلب العدم في منتصف الطريق وعلى بعد عدة أمتار من السيارة المندفعة ليطير النوم من عينيه السائق فقد أعصابه من اللحظة الأولى ومع السرعة العالية وفقدان التحكم الكامل كان لابد من وقوع الكارثة شبح سماح بعينيه الحمروين المتألقتين يعتارد السيارة السائق يصرخ في رعب ليستيقظ الجميع المرأة الشمطاء التي لا أعرف اسمها تحتضن ذلك البدين الذي لا أعرف اسمه أيضا والذي يبدو أن قلبه لن يتحمل هذا الموقف العصيب وسيتوقف قبل الاستدام الوشيك الرجل ذو النظارة السميكة متصلب وكأنما استحال لتمثال من الشمع والسيدتان ذات الرداء الأسود تصرخان دون توقف أما أنا فقد نظرت إلى عيني سماح التي انعاكست في كل شيء المرأة الداخلية والمرأة الخارجية ووجه القمر ثم نطقت شهادتين وانتظرت الموت اختلت عجلة القيادة في يد السائق فاندفعت السيارة كالصاروخ لتمزق ذلك السلك المعدني الذي يفصل الطريق لحارتين لتقابلها سيارة نقل ثقيلة تحمل على ظهرها أسياخ الحديد المشرعة كالرماح وما حدث في اللحظات التالية كان مخيفا فالسيارة بعد أن صدمتها سيارة النقل المسرع طارت في الهواء وحلقت للحظات كنسر مكسور الجناح قبل أن تصطادم بالأرض في قوة ثم أخذت تنقلب على جانبيها عدة مرات في عنف قبل أن تتوقف ويسود الهدوء كل شيء ما سأحكيه الآن يدخل في سياق الشطط والجنون بل آخر درجات الجنون الشطط لأني أنا شخصيا لا أصدق حتى هذه اللحظة أني مررت به والجنون لأنه شيء من وراء العقل خارج عن المألوف شيء مخيف إنها اليقظة المرعبة فضحية أي حادث سيارة عادي لديه عدة خيارات معروفة فإما أن يستيقظ في مستشفى أو في عيادة محاطة بالأطباء والضمضات أو على الطريق بعظم مهاشمة غارقاً في دمائه أو لا يستيقظ أبداً الخيار الرابع غير موجود في الظروف الطبيعية وأنا قد مررت بهذا الخيار غير مألوف فاللحظة التي اصطدمت بها السيارة بالأرض بعد أن قذفتها سيارة النقل إلى جانب الطريق كانت هي آخر لحظات الوعي التي حظيت بها في هذه الليلة الظلام أحاط بكل شيء كرداء قاتم ثم ساد الصمت للحظة واحدة وبعدها استيقظت كل أجهزة جسدي تخبرني بأني استيقظ ولكن عقلي يأب أن يؤرخ هذه الحقيقة فما يحيط بي لا يوحي بالاستيقظ أبداً المكان من حولي غريب وكأني استيقظت في قلب العدم جسدي سليم غير مصاب وهذا شيء مستحيل لأن الزجاج الذي تهشم لابد وأنه شوه وجهي وبرغم ذلك بشرة ناعمة كبشرة طفل حديث ميلاد الظلام كثيف وثقيل ورغم ذلك الرؤية ممكنة بل وواضحة إنه الجنون الحق كل شيء يوحي بأن الأمور تسير بخير وبرغم ذلك كل الأشياء تنفيها ثم كيف عاد إصبح المبتور إن مثل هذه الأشياء لا تنمو ببساطة وإلا لا جلس الأطباء في بيوتهم فالأجزاء التي تتلف أو تقطع من جسدي لن تعود للنمو أنا لست أميبة وحدة الخلية لأعيد إنتاج أطرافي عادت لي ذاكرة الحدث فنظرت حولي بحثا عن مصابين أو قتلة ولكن لا شيء ظلام متدرج ممتد إلى ما لا نهاية إنني وحيد بقلب العدم لا سماء لا شمس لا قمر لا طريق لا بشر فقط كتلة هائلة من السواد تحيط به من فراغ لا نهائي أسير فوق أرضية ناعمة لا تحدث احتكاكا مع قدمي بقلب لا مكان دقائق عصيبة مرت علي وأنا أحاول اكتشاف ما يحدث أو أضع له تفسيرا معقولا ولكن كل الأفكار كانت قاصرة هل فقدت بصري أم أنا الآن في القبر هل هذا السواد هو البرزخ الذي يقود نحو الموت أم أنني آذي إنه تفسير مريح ولكن ما هو الدليل على صحته تاهت الأفكار من عقلي مع عجزي التام عن تفسير الأمر أو سبر أغواري وعندما فقدت كل أمل في الفهم وتحول الأمر معي إلى هستيريا وصراخ بدأ التغيير يحدث وفي البداية سمعت الأصوات لابد أنني جننت وما أعيشه الآن هو هلاوس سمعية وبصرية بدأ الأمر بصوت أجراس عالية وكأن هناك من يقرع مئات من الآنية النحاسية بقطبان معدنية الأصوات ليست عشوائية ولكنها عالية جدا حتى تكاد التخرق طبلتي أذني إنها أصوات متناغمة كترانيمة متوحشة تدعو للقتل إنها تبدأ من نقطة الصفر ثم تعود لتتصاعد فتجرح روحي وتمزق كياني إنها هراوات موسيقية مدمرة الدماء تخرج من كل فتحات جسدي الألم مفرط في حدته العذاب أبدي ومستمر لحظات ثم صمتت الموسيقى وبدأت صرخات مزلزلة لقد وصف دانتي صرخات المعذبين عندما وصف الجحيم في الكوميديا الإلهية إنها صرخات مشابهة تحس معها أن قلب الكون ذاته ينفطر ألما عند سماعها إنها الأرض البكر للألم والعذاب أشعر بروحي ترتج داخل جسدي وكأنها على وشك الانفصال الموت هو مطلب الوحيد الموت هو الراحة التي أصب إليها إن جلدي يتشقق أطرافي تتساقط إنني أتألم كألف روح تمزق إن هذا العذاب لا يوجد إلا في الجحيم إنني أندمج في دوامة الألم الكبرى لا أذكر من الحياة إلا الألم أو ما فوق الألم أتهيأ للموت برغم معرفة بأنني قد عبرت هذه المرحلة إنني في الجحيم حيث كل شيء أبدي الألم أبدي العذاب أبدي الحياة أبدية إنني هنا سألقى العذاب الذي لا راحة بعده الرحمة يا رب الأكوان فجأة هدأ كل شيء وتلشت الأصوات وتوقف الألم ولكن ذكراه ظلت جاثمة في المكان لتشوه روحي جسدي عاد سليما كأنما خلقت به منذ لحظات بصري عاد ليصطدم بالظلام وهو ما زال قادرا على الرؤية في وضع جهنمي مستحيل قلبي لابد أنه توقف عدة مرات قبل أن يعود ليخفق من جديد أين أنا؟ هل أنا في الجحيم حقا؟ ولكن ليس هذا هو وصف الجحيم كما أتى في الكتب السماوية ولكن من أدراني؟ ربما هو جحيم آخر هل تلك الشيطانة يد فيما يحدث لي؟ تلفت حولي في رعب إنني لن أتحمل العذاب مرة أخرى بإمكاني أن أصمد لو أن الموت هو النهاية ولكن الأبد شيء لا أفهمه ولا أستوعبه لحظات ثم بدأ الصرير وفجأة انشق العدم بضوء ساطع عن كائن قبيح مخيف لا ملامح محددة له يحمل في يده صوتا يتلوى وكأنه يموج بالحياة هل ما يتلوى في مقدمة الصوت هي أفاعي ذات أنياب أم أني أهلوز؟ تلك الضحكة الماجنة الشيطانية سمعتها من قبل ولكن أين؟ نعم تذكرت قبل أن آلج لغرفة الشيخ ياسين ليتني ميت قبلها أو لم تلدني أمي من الأساس إنها سماح الشيطانة إنني في جحيمها الخاص لا بد أنها تسيطر على عقلي كما سيطرت عليه من قبل وجعلتني أقتل الشيطان المخلوق المقزز يقترب مني وعيناه سائلتان تتألقان ببريق وحشي وأنا أتراجع في خوف إلى لا مكان المسافة بيننا تتقلص بسرعة وخلف ذلك المخلوق المشوه رأيت أبشع مشهد يمكن أن يسقط عليه بصري في حياتي ففي تلك النقطة حيث انشق العدم وظهر المخلوق الجهنمي تألقت محيطات هائلة من النيران تقذف موجات عالية كالجبال من النيران المستعرة والحمم ووسطها ما بدى وكأنهم بشر يحترقون مئات الآلاف من البشر جلود تحترق شعور تتوهج أطراف تتساقط عظم تشتعل عيون تنفجر شيطين من لهب يعتصرون بقبضاتهم النارية الرؤوس والقلوب وكأن هذا الشق نافذة على الجحيم هذا المشهد جعلني أنسى كل شيء حتى المخلوق المخيف الذي أكاد أشعر بأنفاسه الملتهبة التضرب وجهي هذا هو الجحيم الحقيقي الذي وعد به القتلة والسفاكين والزنات والمنافقين والمرتشين الجحيم الأبدي امتصني المشهد تماما وعندما هبط الصوت الملتهب على وجهي ليشق لحمي أعرفت أن للألم درجات لم أتخيل الوصول لها ثم دوى صوت سماح الشيطاني ستظل في الجحيم حتى يحين موعدك وساعتها ستتمنى لو أنك بقيت في الجحيم على أن تلقاني لأن موتتك ستكون أقسى من الجحيم ألف مرة وأشد عذابا من عذاب كل الخطات مجتمعين صرخت في عنف لعنتها نعدتها بأقضع الألفاظ وعندما عاد الصوت ليمزق لحم ذراعي ويبتر كفي عرفت أنه لا يوجد مخلوق في الكون سيستطيع مساعدتي وربما كان القدر أرأف بأصدقائي مني إن الخطايا السبع قاتلة كما قال دانتي في الكوميديا الإلهية ولأننا كنا سبعة فلابد وأن نخوض الجحيم حتى أطرافه وليسعد من سيحتضنه الموت اليوم فقد ناجه من العذاب هل عرفتم لماذا لم أستطع أن أحذر أي من أصدقائي؟ أرجوك توقف إن الألم صاحق لا تستخدم الصوت من جديد الجزء الثاني اللعنة الأولى الشراها عرفها دانتي على أنها هي النهم والجشع في المأكلات والمشروبات مرتبطة بإله الظلام بيل زباب ملك الذباب واللون البرتقالي عن الشراها والداي مات كلاهما ولم يترك لي شيئا إلا معاشا ضائلا وهو يشتري لي ثلاثين وجبة في اليوم وعشرة كؤوس من الشراب وهذا قدر ضائل ليسد الرمق لقد ولدت من سلالة ملكية فوالدي كان فخذ عجل مقدد ووالدتي كانت بيرميلا من النبيذ الأرجواني لقد كانت سيدة مرحة ومحبوبة كثيرا في كل مدينة كان اسمها سيدة مارغاري ألبيرا والآن يا أنت لقد سامعت كل شيء عن أسلافي ألا تدعوني للعشاء؟ رشاد قبل أسبوع يقول نجيد إنني مختلف تماما عن الآخرين وربما لا أشبههم في شيء إلا في الحماقة والدي يخبرني دائما أن عقلي ثخين ولا يستوعب الأمور بسهولة ولولا شخصية والدة الكاسحة لكنت خارج المدرسة منذ زمن طويل أعمل في ورشة الحدادة الخاصة به وسط النيران والحديد المنصاهر والقلوب الغليظة أتلقى الصفعات من والدي طوال الوقت وأرى خيبة الأمل في عينيه في كل صباح وعلى مائدة الإفطار ينظر لي أبي في شمئزاز وهو يجيل عينيه في جسد البدين ثم يشيح بوجهه قائلا فقط النيران فقط النيران هي التي تستطيع أن تذب هذه الكتل المتركمة من الدهون والشحوم الورشة هي الحل الوحيد لمعضلتك كانت أمي تتصدى له وتطيب خاطري وكأني أباني لقد اعتدت حديثه القاسي هذا حتى أنه لم يعد يثير بداخل أي نوع من المشاعر إنني عنيد جدا ولو كان الأمر بيدي لما غيرته للأفضل إن العناد يولد الكفر ذاته العناد هو ما جعل الشيطان لا يراجع موقفه عندما سجدت الملائكة لآدم برغم أنه كان في حضرة رب العالمين أنا أعرف أن المشكلة ليست في الطعام نفسه فلي صديق آخر يلتهم مثل ما ألتهم وربما أكثر ولا يتأثر جسده بما يتناوله أبدا بل هو مستمر على نحافته كإصبع الموز النحيل وكأن معدته موقد عملاق يحرق كل ما يلقى بداخلها أولا بأول إن جيناتي هي السبب وإن كنت فعليا أعشق تناول الطعام وهذا ما جعل والدي كتلة العضلات المتحركة يتمنى لو أنه أنجب ابنة بدلا عني فلم يكن ساعتها ليأبها بحجمها أو بعضلاتها الضامرة المختفية تحت كتل الدهون إلا أنها في النهاية ستذهب إلى رجل آخر والرجال الذين يقدرون الأنثى بوضعها في الميزان يزداحم بهم العالم لم أتقبل يوما طريقة معاملة والدي لي إنه يقص علي دائما والدتي تخبرني أنه يريد صالحي فشقيق والدي مات بسبب السمنة من قبل كما أن كل أب يتمنى أن يجد ابنه في ظهره يستند على سعيده عندما تقص علي ظروف الحياة ولكني غير مقتنع بكل هذا وغير مبال كذلك لقد رفع أبي بيني وبينه سدا عملاقا لن تكفي كل الكلمات النعمة من أمي لهدمه كما أنني ذو رأس صلب وكلما سأت الأمور بيني وبين أبي كنت أسلك طريق العناد وأدفن ضيقي وحزني في الطعام إنه رفيقي الوحيد الذي لم يغذلني مرة واحدة إنه اللمسة السحرية في اليوم كله إنه الشيء الوحيد الذي يمنح النشوة تلك النشوة التي لا يقدر حتى الحشيش على إيصالي لها الطعام من لا يعشق تلك الكلمة السحرية أحب الطعام في كل مراحل إعداده وكنت ألتهم أصابع المحش نيئا قبل طهوة وعندما تنهارني والدتي وتخبرني أن الطعام النيئ سيؤذي معدتي كانت جدتي تلومها وتقول لها المقولة الشهيرة أننيئ في معدتي الشباب ينضج كم أنت عظيمة يا جدتي لذلك فعند عوداتي من تلك المغامرة الشنيعة في منزل الشيخ ياسين كنت محطم الأعصاب أبكي كفتاة واجهت منذ لحظات ذلك السفاح الذي تهرب منه كل الفتيات الأخريات ولأني لا أملك إلا نهمي في مواجهة التوترات قضيت على نصف الطعام الموجود في الثلاجة قبل أن أخلد لنوم عميق بلا منغصات لا بد أن الدهون تسد قنوات البث الخاصة بالأحلام وفي الظهيرة كنت قد استجمعت شتات نفسي وقررت أن التأثير السلبية لتلك التجربة المخيفة لن يبرح روحي إلا ببعض الحديث شخص ما يستمع ويستمع وأفرغ على يديه توتري إن قلبي ما زال منقبضا وقدمي ما زالت ترتجف من هول ما واجهته في منزل الشيخ ياسين هل ما حدث حدث فعلا إن للخوف تأثيره الكاسح على العقل إنه يجبر العقل على استخدام كافة دفاعاته وعقل بالذات يميل إلى إنكار المشكلة عندما لا يستوعبها لم يكن عندي خيارات كثيرة لأفاضل بينها وعلى الفور استقللت سيارة أجرة وتوجهت إلى منزل رشاد لا مدرسة اليوم لا يوجد بداخل رأسي عقل صالح لتلقي أي معلومة كما أن موقع تنزانيا سيبقى كما هو ولن يغير فيثاغورث في القوانين الرياضية ولن يحذف أبو الأسود الدؤالي النقاط من فوق الحروف لمجرد أنني لم أذهب إلى المدرسة اليوم واحد لابد من شخص يحتويني ويخبرني بأن الأمور ستصبح أفضل حتى ولو كان خداعا رشاد هو أكبر أفراد الشلة سيبلغ الخامسة والثلاثين بعد عدة أيام وهذه المعلومة قد صدعنا بها لأنه ينوي القيام باحتفال أسطوري في عيد ميلاده القادم لأنه يوم خاص جدا في حياته ويستبشر به كما يدعي ففيه حدثت له كل الأمور الجيدة ويكفي البشرية فخرا أنه اليوم الذي كلا لها فيه بالغار عند مولده وهو شيء لا استوعبه تماما إن يوم الميلاد يوم كأي يوم آخر فقط من سيستفيد منه الذين يحصون عمرك لتصل لسن المعاشي كي تغادر لتترك موقعك لمن يليك ورشاد غريب الأطوار إلى حد ما ورث عن جده رجل الأعمال الثري الذي كان يهيم به حبا مبلغا ضخما من المال هذا غير قطعة الأرض الشاسعة في السحل الشمالي والعقارات ولأن والديه غارقان في دوامة جمع المال لم يبالي بما يفعل طالما لا يعترض مجرى المال المتتفق تزوج مرة واحدة ومنحهما طفلين جميلين ثم أخذت الرياح كل وعود الزواج الجميلة وبوجود الطفلين معهما لم يعد مدينا لهم بشيء لا أعرف كيف انضم لشلتنا الغريبة ولكنه في وقت قياسي صار الأب الروحي للشلة وحائط المبكة الذين شدوا الرحال إليه كلما ضاقت من الحياة والسبل إنه مستمع جيد كما أن شقته لا تخلو من الطعام والمشروبات وبعض الأشياء الأخرى المثيرة قصدته بعد صلاة الظهر بساعة ووجدت بالفعل أن حالته مزرية هو الآخر التجربة فاقت كل تحملنا دون شك لست وحد الواهن إذن جميع أن يعاني من تبعات الأمر وإن كانت حالتي أنا ويالا العجب تبدو أفضل النوم إنه لم ينم ولو لحظة واحدة هذا يبدو واضحا على عينيه الحمروين وأجفانه المنتفخة والسواد الذي غزى أسفل عينيه وعلى المندضة المجاورة توجد منفضة سجائر قد فاضت بالأعقاب لتحدد حجم المأساة الحقيقي لقد أخطأنا جميعا عندما أنصتنا لأمجد لا يبدو أن رشاد سيماثل حائط مبكى جيدا اليوم كما أن مزاجه غير رائق أبدا هذا واضح من عصبيته إن القلق محفور على وجهه بأزميل غير حاد إن التجربة التي خضناها كانت مروعة من يصدق ما حدث؟ أشعل سيجارة جديدة برغم أن الأولى ما زالت مشتعلة في المنفضة وأخبرني أنه قضى أسوأ ليلة في حياته الكوابيس ظلت تطارده طوال الليل والشياطين تحاول النيل منه دون هوادة كما أن زوجته السابقة لم تتوقف عن الاتصال به على هاتفه المحمول وكلما أجاب لا يسمع إلا صدى وفحيحا مخيفا الحيرة كانت مرتسمة على ملامحه ولسان حاله يقول ما علاقة كل هذا ببعضه؟ إن عقله يكاد أن يذوب من حدة التفكير إنه مؤمن تماما بوجود الجن والشياطين لأنه تم ذكرهم في القرآن الكريم واقتصار الأمر على وجودهم هناك كنصوص بداخل الكتب المقدسة جعلهم بعيدين جدا عن حدود عالمه وجعله لا يضعهم أبدا في حساباته كأذى مستقبلي محتمل ولكنهم الآن ملء العين والبصر وهو خائف جدا خائف من المجهول خائف من أشياء لا حدود لها أشياء لا تلتزم إلا بقوانينها الخاصة كيف كان الشيخ ياسين يتعايش مع كل هذا الهول؟ لابد أن قلبه قد مات منذ زمن بعيد أخبرته أن الأمر كله قد لا يكون بسوء المتوقع بل هو الناتج عن تلك التجربة المريعة التي قمنا بها وبدى عليه أنه غير مقتنع تماما لقد واجه الرعب والموت اقترب كثيرا حتى كاد يحترق ولكن ما كان يشغله أكثر هو مكالمات الهاتف الغامضة إن زوجته خارج البلاد فكيف يأتي الاتصال من رقمها المحلي؟ هل تركته مع أحد ليعابثه؟ ولكن لماذا تتذكره الآن؟ لقد مر أكثر من عام على آخر لقاء تم بينهما ولماذا في هذه الليلة بالذات؟ إنها أذكى وأعقل من ذلك لابد أن في الأمر خطأ ما أخبرته أن المصائب لا تأتي فرادا ولكنه لم يقتنع إن المصيبة التي تعرف رقم هاتفه لا علاقة لها بالمصائب الأخرى اندمجنا في الحديث وترحنا النظريات ولم يقطع نقاشنا إلا صوت جرس الباب وكان القادم أفضل عامل في مصر عامل توصيل الطلبات للمنازل إن للبيتزا وضعا خاصا في قائمة طعامي ربما تل المحشو مباشرة لذلك كانت بهجتي لا توصف فأن يكون صديقك مطلقا وثريا فلك أن تتوقع ما لذ وطاب من تلك الوجبات السريعة المبهرة لا توجد زوجة متسلطة تعد طعاما لا يؤكل ولا أطفال مزعجون ينغصون عليك جلستك أنت وصديقك فقط وعلبة البيتزا العملاقة إنه المشهد الأكثر إثارة في اليوم كله توجهت صوب الحمام لأغزل يدي وأمام المرآة قررت أن أهيل الماء على رأسي على الماء يلطف من حرارته وعندما رفعت رأسي رأيت الوجه المخيف والعيون المشتعلة في نعكاس المرآة ولمحت تلك الأصابع المخلبية تشير لي بتلك الإشارة التي تمثل الذبحة والتي لا تعني إلا التهديد بالموت حزست رأسي بعنف لأنفض تلك الرؤى المخيفة وعندما عدت ببصري إلى المرآة كان سطحها المسقول لا يعكس إلا وجه الممتلئ والذي غاضت منه الدماء وعندما هممت بتجفيف وجهي بالمنشفة شعرت بألم حارق في معيدتي وكدت أتقيأ كان ألما عنيفا لم أختبره من قبل بهذه الحدة إنها قرصة الجوع أعرفها جيدا ولكنها لم تكن من قبل بهذه الطريقة العنيفة خرجت من الحمام مسرعا والدموع تكاد تهطل من عيني والبيتزا تحتل كامل كياني نظرت إلى علبة البيتزا في نهم حيوان متوحش شم رائحة الدماء بعد طول حرمان وكدت أخطفها من يد رشاد لو لأن تمسكت بصعوبة الجوع المفاجئ صدمني إنها المرة الأولى التي أرى فيها الطعام فتتقلص معيدتي بهذا الشكل لا بد أن أقوم بعمل بعض التحاليل إن جارنا كان يعاني من الديدان في معيدته فربما أصبت بها مؤخرا لم يكن علي أن ألتهم تلك الكبدة غريبة الشكل من فوق تلك العربة مجهولة المصدر أثناء قدومي لقد شك أمين ذات يوم في نوع هذه الكبدة فضخمة الشطيرة لا تتناسب أبداً مع سعرها الزهيد ولا سعر الكبدة في السوق وهذه النتيجة شعرت للأحظات بألم فائق في بطني وكأن هناك من يسكب الحمضة في معيدتي فكدت أصرخ لو لا أن تملكت نفسي وانقضت على علبة البيتزا وكيئني كله مركز على تناول الطعام الذي وجدته الأسلوب الوحيد والفعال لإسكاة الألم إنهمكت في التهام الطعام وأنا أشعر أنه مع كل قضمة يضاف لوناً جديداً للحياة وتتراجع موجات الألم في حين انشغل رشاد في احتساء زجاجة باردة من البيرة ومراقبة لقد عافت نفسه الطعام الذي طلبه لسبب ما كما أنه بادل اضطراب لابده أنه يخفي عني شيئاً ما وعندما بدأت في تناول المياه الغازية لم أتوقف إلا بعد أن أنهيت اللترين بالكامل وعلى مرة واحدة معدتي تتقلص ولكن الألم يجبرني على المتابعة وتناول الطعام وعيون رشاد المتسعة تخبرني أن ما أقوم به مخيف ورغم ذلك لم أتوقف لحظة واحدة ولم يعلق رشاد لابد أن الذهول ألجم لسانه وعندما شرفت على الانتهاء من البيتزا ذات الحجم العائلي تركني ليذهب إلى الحمام وأخذت أنا أعب من زجاجة البيرة الأخرى حتى أنهيتها دفعة واحدة شعرت بامتلاء مريع لكن التوقف كانت درباً من الخيال الألم قلت حدته للحظات ثم عاد كموج هادر هناك شيء ما أريده ولا أعرفه هل أنا جائع حقاً؟ لحظات ثم تعال صوت رنين هاتف رشاد المحمول فأتى صوته غير الواضح من الحمام يخبرني بأن أجيب على الهاتف أو خيل إلي ذلك وعندما ضغطت زر إتمام الاتصال ووضعت الهاتف المحمول على أذني سمعت صوت الفحيح المخيف فانقبض قلبي وشعرت بغصة في حلقه لم يكن فحيحاً مبهماً كما ظن رشاد إنه صوت أمثوي يتواعد ولكنه كان مشوشاً وإن استطعت بصعوبة التقاط ببعض الكلمات إنه دورك أنت الأول أبواب الجحيم تهلل بانتظارك الجوى صدمتني الكلمات وهبطت على أذني كالصعيقة حتى أنه فلتت من بين شفتي صرخة مكتومة تعبر عن هلعي وفازعي ودون إرادة ألقيت الهاتف المحمول من يدي فسقط فوق المكت والفحيح ما زال يصدر عنه تراجعت ملتصقاً بالمقعد وكل خلية في جسدي ترتجف من الرعب ما هذا الصوت الشيطاني؟ وكيف استطاعت زوجة رشاد أن تقوم بهذه الحيلة المخيفة؟ إن هذا الفحيح يحطم الأعصاب شعرت بالألم يتصاعد في معدتي والعصارة تحرق جدرانها وتكاد روحي أن تزهق سيطر الرعب على أحاسيتي وعندما حدث التجسد كنت خارج الشقة بل العمارة كلها أعد بلا هدف في الشوارع وقد شاب شعري فعندما نظرت لشاشة الهاتف المحمول كان اسم لبنى زوجة رشاد السابقة يتذبذب لحظات وخرج بخار متراقص أسود اللون وأخذ يتشكل في هيئة مخيفة شيطانية أفزعتني وجمدت الدماء في عروقي مصحوباً بصرخات مدوية وكأن هناك من يمزق وهو على قيد الحياة ثم أصبح المكان شديد الحرارة وأخذ الهواء يتلاشى من المكان صرخت من الرعب وبصوت لابد وأنه أفزع كل سكان العمارة وقررت الفرار أي شيطان هذا الذي سيخرج من الهاتف لو كان مصباحاً قديماً لتوقعت خروج جني ما ولكن قلب المنفطر يخبرني أن ملك الموت هو من سيخرج عبر الهاتف لسنا في ألف ليلة وليلة على كل حال ولست أنا على أودين ثم إن ألف ليلة وليلة لم يكن فيها هواتف محمولة لم أنتظر لأعرف ما سيحدث عند انتهاء التجسد يكفي الفحيح الذي عم المكان والرائحة الكبريتية الكريهة التي آذت أنفي لا أعرف كيف عدوت بمثل هذه السرعة الفائقة لقد قطعت عدة كيلومترات في دقائق معدودة قبل أن أتوقف بأنفاس لاهثة متراحقة والطعام يكد يثب عبر حلقي وجسدي البدين يترجرج ولا يتوقف عن الارتجاف وعندما سكن جسدي سقطت على ركبتي باكيا فوق عشب تلك الجزيرة الخضراء الموجودة عبر الطريق وسؤالا قاتلا يدور في رأسي إننا بالنهار فكيف تخرج الشياطين بالنهار تعظمت الآلام بمعدته صرخت كمن باتر له ساقه وهو مستيقظ لحظات كازحة من الألم ثم فقدت الوعي لا أعرف كم بقيت فاقد الوعي ولكني عندما استيقظت كانت النجوم في السماء والألم في معدتي لا يقاوم ما هذا الجوع العنيف وكأن هناك من يحرق أغشية معدتي باللهب أو لعلي أصبت بقرحة معدية لا يهدئها إلا الطعام لقد أنساني الألم العنيف الهول الذي رأيته منذ لحظات بشقة رشاد وتكفل الذباب بما تبقى من تعقلي إنني سأجن حتما أسراب هائلة من الذباب تهاجمني في شراسة وتكاد تصيبني بالعامة إنني أستحم كل يوم فما الذي يجذب الذباب لي ولماذا هو بهذه الكثافة وهذه الضراوة ماذا يحدث لي حقا أي لعنة تطاردني تكلبت أسراب الذباب علي ففررت منها وطنينها يكاد يفقدني صوابي وتلك الذبابة التي ابتلعتها جعلتني أتمنى لو أنزع حلقي يا إلهي أي جحي من هذا؟ إن الذباب يطاردني ومعيدتي تتمزق لن أستطيع التحمل أكثر أعتقد أن الموت سيكون أكثر رأفة شيطانة وذباب وجوع قاتل إنها حياة لا تستحق دون شك تلك السيارات المسرعة في الطريق ربما تكون الحل بل هي الحل المصباحان يعميان عيني ولكني أغمضهما من الذباب صوت احتكاك إطارات صوت لا أميزه يصرخ طالبا مني أن أحترس توقف الزمن للحظة ثم شعرت بالارتطام يا إلهي كم مرة سأفقد الوعي اليوم؟ ربما ليس الوعي هذه المرة عندما استيقظت التقط أنفي رائحة المطهرات ثم سمعت كلمات ساخطة وتل الأمر صوت هسيس مرتفع ليتسلل إلى أنفي رائحة مبيد الحشرات القاتل ثم التقطت أذني الطنين المزعج وسمعت السب حاولت أن أحرك جسدي ولكني لم أستطع أشعر بثقل هائل يكبل صدري وقدمي أين أنا؟ شعرت بتشوش لفترة من الزمن قبل أن يقوم مخي بتشغيل برنامج النوافذ الخاص برأسي ثم تذكرت كل شيء وككلمة مؤلمة عاد لي إحساسي بجسدي وفي اللحظة التالية كنت أصرخ من الألم في معدتي إنني جوعا بل أكاد أقطي جوعا أحضر لي كل ما لديكم من طعام الرحمة الرحمة الألم غير محتمل هناك آلام مختلفة في جسدي ولكن آلام المعدة تمحوها كلها الرؤية منعدمة تماماً هو كأن هناك شخص ما قد غط عيني بضماضة من القطن أو أن كلتيهما أصيبة في الحادث جسدي ارتجف من هول ما أقدمت عليه هل جننت كي أقتل نفسي؟ أي شيطان تلبسني في هذه اللحظة لأقدم على هذه الفعلة الشنعاء؟ وعلى ذكر الشياطين دارت في رأسي مشاهد مختلفة من تلك الأحداث التي مرت بي في غرفة الشيخ يسين ثم المشهد المذهل لتلك الشيطانة التي خرجت من قلب الهاتف المحمول ثم شعرت باللسع وبدأ وعي يغيب ويسحبني بعيداً عن شواطئ الألم لابد أن صراخي أجبرهم على إعطاء حقنة مخدرة وقبل أن يغيب الوعي تماماً سمعت صوتاً أنثوياً يقول ما كومة المخلفات هذه التي يجبرونني على علاجها إن الذباب يقاتل للوصول إليه شعرت بالألم في معدتي ثم رددت دون وعي عن أي ذباب تتحدث ثم فقدت الوعي لا يمكن أن أصف لكم الساعات التالية ولكن رشاد يستطيع الملخص لحالة أنني كنت على حافة الموت من شدة الألم أتمناه ولا أجده أسعى إليه ولا تطاله يديه إنني ممدد داخل مستشفى خاص وفي غرفة صممت خصيصاً من أجلي قابع وسط رداء كامل من الجبس يقيد حركتي لم يكن الحادث هيناً إذن لقد انتشلوني من على حافة الموت وليتهم ما فعلوا نقود رشاد المتدفقة هي التي أخرت الكارثة بل الكوارث المتعددة التي اجتاحت عالمي في هذه الفترة القصيرة فهناك الذباب السمج الذي يقاتل ليعبر إلي في مكمني والألم الساحق الذي عاجزت كل الأدوية المهدئة عن إيقافه والجوع الوحشي الذي يكاد يطيح بعقلي والذي برغم عنفه لم يسمح للأطباء بالكمية المناسبة من الطعام التي توقف ثورته بل غمر جسدي بالمحليل والمهدئات التي لا تسمن ولا تغني من جوع ربما لو نجوت من هذه المحنة سأظل مدمناً على المورفين لما تبقى لي من العمر الآن أترككم مع رشاد لأن كل الأمور مختلطة بداخل عقلي الحادث يقول رشاد أعتقد حقيقة أنني مختل أو أن هذه الكيمويات التي لا أتوقف عن صبها في دمائي قد أثرت على توازن العصبي لأن ما سأقصه عليكم الآن لا يمكن أن يقبله عقل متزم إنني أقف على تلك الحافة الفاصلة بين العقل والجنون ولابد من شخص يشاركني هذا الجنون وإلا لصرت مجذوباً آخر فقد عقله وينتظره القميص مغلق الأكمام بدأت الأمور المخيفة بقدوم نجيب إلى شقة كان يرتدي قميصاً برتقالياً غريباً لون مع سروال رمادي حال لونه وذلك الصندل الذي يحتاج لجورب أبيض متسخ لتكتمل الصورة الشاذة حقيقة لا أعرف كيف انخرطت في هذا الأمر ولا كيف أصبحت فرداً في هذه الشلة العجيبة كل شيء كان مريباً في البداية ولكني لم أكن لأقف في هذه المرحلة من حياتي عند أي شيء غريب إنني أمارس كل فنون الغرابة دون هوادة إنني كائن متقلب غريب الأطوار كما نعتني أمجد من قبل عند نقاش حول السبب الحقيقي لطلاقي عندما أتى نجيب في هذه الظهيرة المشؤومة إلى شقتي كنت قد طلبت بعض الأطعمة السريعة كعادتي منذ الفصلت عن زوجتي برغم أني عزوف عن الطعام منذ فترة لم أكن جائعاً ولكني طلبت الطعام بلا سبب معين ربما هو قدوم موعد الغداء الذي تعودت تناول الطعام فيه أو الفراغ وفي اللحظة التي فتحت فيها باب شقتي لأستقبل النجيب لن أخفي عليكم الأمر فقد انقبض قلبي وشعرت بسوء قادم لا أعرف لماذا ربما هي حاسة رساخها عدم تقبل للانضمام لهذه الشلة العجيبة وتوقع السوء من هذه العلاقة العجيبة نجيب كائن بدين طيب القلب ربما هو أكثر فرد في هذه الشلة استفادة من انضمامه لجماعتنا لأن من هم مثله ببداناته واستعابه الضعيف لا شعبية لهم ولا يجدون أصدقاء بسهولة خاصة في تلك الفترة العمرية التي يسعى فيها المراهقون لإثبات رجولة لم يحن موعدها بعد فقط كنت أحب ابتساماته الفطرية التي تبشر بكون بكر يخلو من التعقيد هو جميع البدناء لديهم مثل هذه الابتسامة الطفولية العذبة المهم أنني كنت خارقا في أفكار الخاصة بعد تلك الليلة السوداء التي قضيناها في منزل الشيخ ياسين لا أعرف حقيقة كيف قبلت بخوض مغامرة مماثلة ولكني لم أستطع ولو للحظة واحدة أن أعارض أو أخالف أمجد في أي شيء قرر أن يشركني به وكأنما يربطنا شيء أقوى من الصداقة شيء من خارج هذا العالم الملموس شيء لس ما له ولكنه أقوى من الحياة نفسها إنه أحد هذه الأشياء الكثيرة العصية عن الفهم والتي عند فهمها تصبح عصية على التصديق وبرغم صغر سني أمجد بالنسبة لسني إلا أنني كنت أهابه لسبب مجهول بل وأشعر بقشعريرة باردة تزحف على روحي كلما نظرت لعينيه عندما بدأ نجيب في التهام الطعام لم أحب طريقته المحرومة في تناول الطعام وكأنه ذلك الجائع الأبدي الذي دخل المدينة المصنوع كل شيء فيها من الحلوى والطعام كانت تتساقط من فمه فتاة الخبز وبعض قطع الخضروات الموجودة في قطع البيتزا مما أصابني بالشمئزاز وأصبحت أكثر عزوفا عن تناول الطعام ضيقني جدا أنه لم يستأذن قبل أن يشرع في تناول الطعام لقد انقض على علبة البيتزا فور خروجه من الحمام وكأنه استباح المكان والطعام وعندما زال ضيقي بعض لحظات شرعت أتابع ذلك السيرك المنصوب في صالة شقة الذي لم يكن فيه إلا مهرج واحد يتناول الطعام بأغرب طريقة في العالم وأنا على مقعد المتفرج أحتاسي زجاجة بيرة باردة كانت تبدو على وجهه معاناة مريعة وألم غريب إن الاستمتاع المعتاد غائب وهذا لا ينفي أن شهيته تفوق شهية الأفيال إن علبة البيتزا التي شارفت على الانتهاء تكفي لأربعة أشخاص وربما خمسة مع الاقتصاد فكيف استطاع بهذه السرعة أن يلتهمها؟ وزجاجة المياه الغازية التي جرعها على مرة واحدة لو استمر الأمر على هذا المنوال ستنفجر أحشاؤه لا أعتقد أنه يمضغ إنه يبتلع القطع ربما دون أن تلمسها أسنانه لا أعرف ما الذي ألجم لساني وكيف لم أجبره على التوقف كي لا يؤذي نفسه ربما عدم معقولية الأمر برغم حدوثه أمامي لحظات وبدأ مفعول البيرة المدر للبول فقمت من فوري لألبي نداء الطبيعة تارك النجيب في ملحمته الأسطورية وتوجهت صوب الحمام لحظات ورن هاتف المحمول أخبرته بأن لا يرد على الهاتف فلا أحب أن تكون العلاقة بيننا حميمية إلى هذه الدرجة إن الهاتف كالخزانة لا يصح لأحد أن يقتحمها دون إذن صاحبه وعندما عدت من الحمام دهجت لأقصى مدى فهاتفي كان مفتوحا وعلى شاشته المتذبذبة رقم لبنى والفحيح المخيف لا يتوقف لماذا أجاب هذا المتطفل على الهاتف؟ لقد أخبرته ألا يجيب حاولت أن أغلق الهاتف لأقطع الفحيح دون فائدة الفحيح يتصاعد بوتيرة سريعة والغريب أن الصوت أصبح مجسما ومحيطيا ويخرج من كل الموجودات من حولي إن الصوت ينبع من داخل الهاتف ومن كل قطعة أثاث في المنزل حتى الجدران نفسها تردده سحقني الخوف لم أستطع أن أستدعي ربة اللامبالات التي أواجه بها الأمر كلما حدث وشعرت بأن الشقة تضيق على روحي وبأنني سأجن لو بقيت لدقيقة واحدة زائدة غادرت الشقة والبناية كلها ثم استقليت سيارتي ذهني شارد عقلي مشتعل من التفكير أجاهد لأحضر بعض الفهم من داخل آتون الغموض دون فائدة فتحت علبة بيرة معدنية من التي أحتفظ بها بداخل مبرد السيارة ثم رفعتها على فمي عندما شعرت بالقشعريرة التزحف على جسدي فقد سمعت الفحيح مجددا عجلة القيادة تختل في يدي السيارة تميل نحو الجانب الأيسر وتكاد أن تخرج عن مسارها لتسحقها ديناصرات النقل الثقيل التي ترتع على طول الطريق ولكني تدركت نفسي بسرع وقمت بإدارة عجلة القيادة إلى الاتجاه العكسي وحفظت على توازنها وفي أول مكان صالح قمت بركنها لأن أعصابي تلفت تماما وأشعلت أضواء الانتظار لا بد أن أهدأ إن هذه الطريقة في معالجة الأمور قد تكلفني ما هو أكثر من سيارة مهشمة قد تكلفني حياتي شعرت فجأة بخمول شديد ورغبة عارمة في النوم لقد أوقفت السيارة في الوقت المناسب تماما لن أحاول أن أقاوم النوم إنني في حاجة ماسة إليه بالفعل فهذا يوم الثاني على التوالي دون نوم سأحضأ ببعض ساعات من الراحة وبعدها ليكن ما يكون وقبل أن أستسلم تماما لقبضة النوم الحريرية لمحت تلك العيون المخيفة في مرآة السيارة الداخلية ولكن عقلي كان قد توقف تماما عن الاستجابة لأي مؤثرات وبحيرة الأدرينالين الموجودة داخل جسدي كانت قد جفت تماما وفقد جسدي تماسكه إن النوم يحكم قبضته على روحي الآن أنا هناك في مملكته الغامضة فجأة استيقظت وكأن هناك من صفعني على وجهي لأخرج من ذلك الحلم العجيب الذي رأيت فيه أمجد غارقا في دمائه والحياة تنساحب من جسده والنيران تحيط به من كل جانب وبرغم هذا يجاهد ليخبرني أن أستيقظ لأخف إلى نجدة نجيب لأنه بحاجة ماسة إلى مساعدتي حزست رأسي نافضا الحلم الغريب ثم قدت السيارة عبر الطريق بدون وجهة أو اتجاه محدد هائما على وجهي وبداخل حنين لبيت أمي ولأطفالي قررت أن أذهب إليهم لأتفقدهم وأتمتع ولو قليلا بجو الأسرة البعيد عن كل هذا التعقيد ومن ثم غيرت اتجاهي كليا وسلكت طريقا آخر الطريق كان خاليا على غير العادة فالشمس قد غابت ومعها غاب الزحام والضوء تركت العنان لسيارتي وعيني على الطريق صداع متزايد يلتهم مخي لا بد من قدح من القهوة انشغلت بعبارة شعبية مكتوبة على سيارة وحيدة خرجت من شارع جانبي لتسير أمامي عندما رن جرس الهاتف نمشي على كف القدر ولا ندري ما المكتوب نظرت إلى الشاشة المتذبذبة ثم ارتجفت إنها لبنى من جديد ماذا تريد لبنى مني؟ هل تحاول الانتقام لأني هجرتها ولكنه كان طلبها هي من قررت أن تنهي هذه المرحلة من حياتنا هي من أخذت المبادرة صحيح أنني أسوأ زوج في العالم ولكني لم أسئ لها بما يبرر هذه الأفعال الحمقاء أنا أعرف طريقة الاتصال المزعج أثناء القيادة إنه الأداة المثلة للجريمة الكاملة لن أجيب لن أكون ضحية أخرى لخبر كاذب يشتت ذهني أثناء القيادة ثم كيف آت الهاتف هنا؟ لقد تركته في المنزل عندما عجزت عن إغلاقي ارتفع صوت الهاتف بالفحيح مجددا لتشمل جسدي رعدة شاملة ونظرت صوب المقعد المجاور حيث يقبع الهاتف المخيف ودقات قلبي تتصاعد لم يكن الرنين بهذه القوة من قبل إنه الآن يتعالى إنه يدوي بقوة كجرس معدني ثم كبوق سيارة نقل ثقيلة ثم كدوي المدافع دركت عجلة القيادة لحظة واحدة لأحمي أذني عندما شعرت بالارتطام ضغطت دواسة الفرامل بكل قوة ولكن الكارثة كانت قد وقعت القميص البرتقالي يلمع أمام عيني قبل لحظة من انفجار الوسائد الهوائية في وجهي لأرتد إلى الخلف مصابا بكدمة في عيني صوت صرخة نسائية القميص البرتقالي ليس بغريب عني يا إلهي هل صدمت نجيب؟ الغرفة الزرقاء دقيقة واحدة كانت هي الفيصل بين الحياة والموت لو تأخرتها لأي سبب أو لو هداني تفكيري للذهاب به إلى المستشفى الحكومي القريب بما فطر عليه من بيروقراطية وروتين لربما لم تطلع شمس اليوم التالي على نجيب ولكنت أنا خلف القطبان أحاكم بتهمة القتل غير المتعمد رد فعلي كان مباغة لي أنا شخصيا فلم أظل في مكاني لحظة واحدة بعد الارتطام ولم تشلني المفاجأة بل دفعت باب السيارة التي ذابت إطاراتها من الاحتكاك المباغد وكنت أول من وصل إلى جسد نجيب الممدد دون حراك بجانب الرصيف لم أنتظر أن يتجمهر المرة وأن تحدث المشدات المعتادة وخالفت كل التحذيرات الطبية المعروفة وقواعد الإسعافات الأولية بعدم تحريك المصابين في حوادث السيارات وانتظار المساعدة الطبية وحملت جسد نجيب الغارق في الدماء والفاقد لتماسكه كدمية مهشمة بسرعة إلى داخل سيارتي وانطلقت بها أنهب الطريق صوب عيادة الدكتور راغب مهران صديقي وطبيب العائلة وأنا أدعو الله ألا أزيد من سوء إصابته كنت منزعجا بشدة ولكن هذا لم يؤثر على حكمتي وتقدير الأمور فالسرعة تعني إنقاذا سريعا وحصارا للمضاعفات كما أنها ستمنع أي شخص من إبلاغ الشرطة لأدخل في تحقيقات لا أول لها ولا آخر صدقوني لن يكون أحد مبتهجا بحضور الشرطة حتى نجيب الرقد في المقعد الخلفي بين الحياة والموت سيؤمن على قراري أنا مؤمن أن ما حدث قضاء وقدر وأنا لم أكن متعمدا لدهس نجيب كما أن الدكتور راغب جراح ماهر جدا ويدين لي بعدة خدمات يا إلهي لقد دهست نجيب بالطبع لم أنتبه للذباب إلا بعد أن وضعت نجيب في المقعد الخلفي لم أستوعب الأمر في البداية كان شيئا عجيبا ومخيفا في نفس الوقت ولكن لا محالة من معلجة أمر الذباب قبل أن أشرع في القيادة إن الذبابة بذاكرتها التي لا تتعد ثواني الخمسة تعد أكثر الكائنات إزعاجا في الكون القيادة مع هذه المعاناة قد تتسبب في الحادث الذي لن يجدي معه أطباء مسكين النجيب لا أعرف ماذا حدث له في تلك الساعات التي تلت مغادرته لشقة وما سر تكاثر الذباب من حوله أعتقد أن كل ذباب مصر قد قرر أن يحج إلى جسد نجيب المهشم ليحصل على نصيبه من دمائه المتخثرة هل أصبح مغناطيسا بشريا لا يجدذب إلا الذباب؟ أثار الذباب جنوني فهو يعوق الرؤية وطنينه لا ينقطع لذلك وجدت أسل محل أن أفصل مقعدي عن المقعد الخلفي بالحاجز الزجاجي والذي كنت أستخدمه في الفترة التي استعنت فيها بسائق خاص عندما جاءتني فوبيا القيادة وكي لا يتلصص على ما أقوم به مع فتياتي في تلك الفترة المظلمة من حياتي التي تلت انفصالي عن زوجتي وليرحم الله نجيب حتى نصل فتحت الشباكة ملتمسا الهواء المتدفق والذي يعمل كمروحة عملاقة كحل هزيل لمواجهة الذباب وتكفل الهواء المندفع مع السرعة العالية بطرد معظم الجحاف للذباب المهاجمة ولكني لم أتحمل حتى النهاية وفي منتصف الطريق كانت روحي قد بلغت الحلقوم لم أستطع الصمود أكثر أمام مضايقات العدد المتزايد من الذباب الذي لم يستطع الهواء طرد واضطررت للتوقف على جانب الطريق للحظات واستخدام نظارة السباحة والتي أخرجتها من حقيبة الرياضية وشغلت فمي بسجارة مشتعلة أخذت أنفس دخانها في غضب قطعت المسافة الفاصلة عن عيادة الدكتور راغب مهران في وقت قياسي وعن طريق الهاتف المحمول أخبرت الطبيب بما حدث فشرع في أعداد غرفة العمليات كما أخبرته بمشكلة الذباب ورغم تعجبه وتهيبه إلا أنه تجاوز عن الأمر بصعوبة غير مصدق وقال إنه سيعد العدة لم يتوقع الدكتور مهران مقدار الإصابة ولا حجم الذباب ولكنه قام بعمل أسطوري في تلك الأجواء العجيبة إنها الجراحة الأولى التي يقوم بها وسط مبيدات الحشرات وفي أجواء غير معقمة تماما وفي النهاية أنقذ نجيبا الذي تحطمت نصف عظامه وفقد بصره جراء ارتطام وجهه بشبكة السيارة الأمامية اعتصرني تأنيب الضمير ولم أقو على منع دموعي من الغطول وأنا أتذكر بسمته الطفولية وحكاياته التي لا تنقطع عن أبيه وقسوته وسيت نفسي بأنه على الأقل ما زال حيا وهو دون شك سيحتاج لوقت طويل ليستوعب الصدمة ولكني أعرف أنه سيتجاوزها المصيبة الكبرى هي كيف سنخبر والديه بما حدث أشار علي الدكتور راغب بأن أؤجل الأمر قليلا حتى يتسنى نقله من العيادة ليبعد عن نفسه أي مشكلة كما أنه الآن في حالة خطرة لن تسمح بنقله وفقته على هذا الحل لأنه كان قريبا مما كنت أفكر فيه ثم أسداني الدكتور راغب خدمته الأخيرة حيث قام بعزل نجيب في غرفة خاصة تم تخصيصها له في طرف فلته التي يستخدمها كعيادة والتي كانت تستعمل كمغزن لأدوات الحديقة وبعض الأشياء الأخرى كلفت هذه الغرفة لتجهيزها مبلغا فلكية ولم أتوان في دفعه فآخر شيء أفكر فيه الآن هو النقود وخلال 72 ساعة كان قد تم نقل نجيب إليها والذي بدأ يعود إليه وعيه لم تكن غرفة عادية وبالتالي تجهيزاتها فقد طليت بطلاء أزرق وهو أكثر لون يكرهه الذباب بعد أن خلط بمادة كيموية عديمة الرائحة ذات تأثير طارد للحشرات وتم تزويدها من الخارج بجهاز ذبذبات مخصوص أرسله أحد زملاء الدكتور راغب من ألمانيا بالبريد السريع يطلق ذبذبة تؤذي الذباب وأخيرا الأبواب والشبابيك العازلة والتي تشبه أبواب الثلاجات من يفكر أن خمسة أيام فقط هي التي مضت على وقوع الحادث وإنشاء الغرفة سيعرف دون شك أن النقود تصنع المعجزات إنها عصى ساحر العصر الحديث وفي اليوم السادس طلب دكتور نجيب استشارة بعض زملائه من علماء الحشرات في ألمانيا وقرر بعضهم القدوم لمشاهدة الحالة وإصداء النصيحة مع ملك الذباب هذا واقترح عليه أحدهم استخدام بعض النباتات آكلة الحشرات حول الغرفة لتقلل من تكاثفها وتم الأمر بالفعل ولكن أي من هذه الحلول لم يأتي بالنتيجة المرجوة الذباب كان يصنع ستارة كثيفة حول الغرفة وكأنها خلية نحل وليست مجرد غرفة واضطرت الممرضة المكلفة بمباشرة حالته لارتداء زي أشبه بزي المتعاملين مع النحل وكانت تدخل لممر فاصل معزول يقودها صوب الغرفة وما يصحبها من ذباب تقضي عليه مباشرة بالمبيد قبل أن تدخل لتمنح نجيب الدواء والغذاء الموضوع في علبة بلاستيكية خاصة محكمة الغلق لم تكن الممرضة تخفي ضيقها وتبرمها من ذلك المريض الجاذب للذباب برغم الراتب الإضافي الذي كانت تحصل عليه مني وإن لم يستمر الأمر على منواله للنهاية وفي اليوم السابع كانت المفاجأة فعندما أقبلت إلى عيادة الدكتور راغب حاملاً مع البيتزا التي أعشقها نجيب والتي قمت بوضعها بداخل حقيبة مخصصة تحفظها ساخنة ومعزولة وقمت بقطع الممر الفاصل المؤدي إلى غرفة نجيب لم أسمع الطانين المميز لأسراب الذباب والذي لا ينقطع ليل نهار وعندما ظهرت الغرفة لناظري اتسعت عيناي من المفاجأة لقد ذهب الذباب ذهب بغير الرجعة تلك الستارة الكثيفة التي كانت تحيط بالغرفة إحاطة السوار بالمعصم تلاشت نهائياً لم أستطع أن أسيطر على نفسي من السعادة وأطلقت صيحة فرح وكدت أن أقفز لأعلى من الفرح قبل أن أندفع كالصاروخ نحو غرفة نجيب المغلقة وهناك كانت تنتظر مفاجأة أكثر وطأة وقسوة ففراش نجيب كان خالياً ووسائده ممزقة وأحشاؤها متناثرة في كل مكان وكأن هناك من مزقها متعمداً والشراشف غارقة في كمية هائلة من الدماء وآثار الدماء توحي بأن هناك معركة نشبت فوق الفراش وأن هناك من انتزع نجيباً تزاعاً من فوق الفراش قبل أن يجره صوب الجدار المقابل لتنتهي الآثار والدماء هناك وكأنه طار إلى السماء أو ذاب في العدم أو ابتلعه الحائط وعلى الجدار المقابل كان القميص البرتقالي خالياً ملتصقاً بالحائط ومحترقاً من الوسط وآثار الاحتراق على هيئة وجه مخيف له قرون وأنياب حاد لم أستطع التحكم في معيدتي فتقيأت ما بها من طعام وعندما انتهيت ومن وسط عيني الغارقتين في الدموع لمحت على الجانب البعيد من الفراش الممرضة سهى ملقاة على الأرض في وضع غير مريح وفاقدة للوعي ثم رأيتما أثار ذعري فعلى الحائط القائم خلفها وبالدماء الحمراء التي تخص نجيب دون شك والتي تحولت للون قاتم فوق الطلاء الأزرق كانت العبارة المخيفة التالية مكتوبة الثاني يتلاشى في اليوم السادس